مهم النهاردة يعني موضوع أحمد المختار وحلو جداً ما يقلش أهمية عن زراعة القلب بتاعتهم بارح برضو كان موضوع جمي جداً جداً بالزبط هو الموضوع برضو زي ما احنا بنتكلم دايماً احنا عاوزين نشوف الناس راحت فين او الناس بتفكر ازاي ده في نفس الوقت حايدين طاقة ان احنا نعمل حاجة كويسة وفي نفس الوقت برضو حيعرفنا ان فيه أمل لمرضى كتير جداً الناس بتفكر على فكرة في كل حاجة يعني ما عندهمش حدود لتفكيرهم برا فهم بيفكروا دلوقتي يعالجوا الناس اللي عندها شلل اللي عندها شلل هم بعد العلم الحديث قدر يفهم كويس قوي ايه هو ايه اللي بيحصل في الشلل هو فيه مركز للحركة موجود في المخ مركز للرجل اليمين والشمال ومركز للإيد اليمين والشمال فيه أماكن لكل حاجة بتطلع إشارات كهربائية الإشارات الكهربائية دي بتتوصل عن طريق أعصاب صغيرة جداً بتوصل للعمود الفقري للجزء يطلع أعصاب للعضلة دي اللي بتحرك العضلة دي اللي بتحرك العضلة دي يعني مخ إشارات تروح للعمود الفقري يطلع منه أعصاب تروح للعضلة دي الشلل باختصار هو انقطاع في التوصيل ما بين المخ وما بين الكلام ده كله طيب هم عاوزين يدرسوا يعرفوا طيب حنعمل إيه إحنا لو إحنا قدرنا نوصل الإشارة دي المخ يشغل على فكرة المخ بيطلع الإشارات بس الإشارات ما بتوصلش للعضلة وجدوا أن مشكل طبعاً فيها عندك ملايين الأعصاب يعني الأعصاب الوحدة العصابية اسمها النيورون دي صغيرة جداً لا تورا بالعليم المقردة يعني دي كتير جداً بقى منها عدد كبير وجدوا أن مشكل في الشلل بتاع العضلة مشكل الأعصاب دي بتوصل؟ لا مشكلها متضمرة في جزء منها موجود طيب لو قدرنا نوصل الإشارة اللي من المخ للأعصاب دي هينجحوا هيوصلوها إزاي بقى؟ هيوصلوها إزاي عملوا شريحة ويرلس بدون أي سلوك تتزارع في المخ في المكان اللي موجود فيه السنتر أو المركز بتاع الحركة زرعوا الشريحة دي الشريحة دي تقدر تاخد الإشارة العصبية أو الإشارة الكهربائية اللي بالمخ بيطلعها تنقلها لجهاز برا الجهاز ده يبدأ ويزرع شريحتين شريحة في المخ وشريحة موجودة في الحبل الشوكي الإشارة تطلع من المخ يلقطها الشريحة دي تنقلها على الجهاز برا الجهاز يترجمها على صورة إشارات ينقلها للشريحة اللي موجودة في الحبل الشوكي وبالتالي حيبدأ يحرك العضلة وبدأوا يطبقوا ده فعلا على الإرود طيب معنا فيديو نشوفه أكتر ونشرح هنشرح فيه هم جابوا اردين وزرعوا الشريحة دي هنا بيشرح لك في البداية خالص ادي المخ ودي الشريحة اللي حيزرعها دي الوحدة العصبية اللي هي حيزرعها في العمود الفقري اللي هي على شمال الشاشة اللي هي عاملة زي العمود دي دي بقى فيها كل حتة فيها فيها جزء من العضلة اللي بتعمل انقباض او العضلة بتعمل انبساط هنا بدأوا يشرحوا عاوزين يعرفوا ايه اللي بيحصل جايبين الارد بيشوفوا فيه ازاي الاشارات الكهربائية بتوصل وبيسجلوها زي ما انشاف رجلي بتتحرك فبيشوفوا بيدرسوا الاشارات دي وبدأوا يتكونوا شريحة الشريحة اللي انت شايفها دي عبارة عن مكان للعضلة اللي بتعمل انقباض والعضلة اللي بتعمل انبساط في الرجل رجلك بتتحرك تنقبض وتنبسط عشان تحصل يحصل الحركة بتاك الرجل وزرعوها في الحبل الشوكي زي ما انت شايفة كده زرعوها جوه في الحبل الشوكي زرعوا الشريحة دي في الحبل الشوكي دي في كل حتة منها جزء واصل لعضلة ويبدأ ينقل وبعدين الشريحة بتاعت المخ هنا الشريحة بتاعت المخ اللي حيسجل دي الإشارات بتاعت المخ الإشارات الكهربائية اللي انشفية دي بتاعت المخ حتلقطها الجهاز الشريحة اللي تحطت في المخ وتبتدي تنقلها عن طريق دايرة تنقلها للجهاز اللي برا على فكرة المريض حيبقى لابس الجهاز ده ممكن يكون لابسه مثلا حاجة صغيرة في جيبه ممكن يكون لابسه في ظهره ما يبقاش بعيد عنه وتبتدي تنقل الإشارة العصبية دي للعضلة عن طريق كل حاجة ما فيش سلوك يعني الإرد ده بيعاني من شلل أنا حوريك أهو الفيديو التاني بقى حنشوف فيه الإرد اللي هنشوفتي ده ده طبيعي بيدرسوا فيه الإشارات الكهربائية بتاعت العضلة أه عاوزين يدرسوا الأول العضلة بتمشي إزاي عشان يشوفوها وحطوا الشريحتين للإردين اللي اتنين عندهم شلل في الرجل الخلفية بدأوا بعد ست أيام انت حتشوفي أدي هو ماشي هنا على التريدمل أو على السير هو فيه شلل مفيش حركة الرجل دي ما فيش حركة زي ما انت شايفها حتى الإشارة الكهربائية على الناحية اليمين موضح لك هنا بعد مركب الشريحة شايفا بدأنا هنا بعد ست أيام بدأت العضلة زي ما انت شايفة هنا هي بتتحرك طبعا ده إنجاز كبير جدا جدا إن انت بدأت تحركه بعد ست أيام مباشرة الفكرة طبعا هنا كان فيه تجارب هنا برضو الأرد تاني برضو على السير برضو بعد سبعة أيام هتشوفي برضو هنا بقى من السير هنا ماشي يعني هنا مش ماشي على السير هنا ماشي على الأرض عاوزينه يرفع رجله يعني عاوزينه بدأ يرفع رجله دي أرض سبتة يعني آه بدأ يرفع بصي شوفي أهو بدأ يحرك رجله هنا ماشي مش ماشي على سير أرض سبتة زي ما انت بتقولي بدأ يرفع رجله ويحركها هنا بعد 16 يوم هتشوفي النتيجة برضو هنا كانت في الأول النتيجة هتشوفي طبعا عن طريق الشريحة اللي زرعت في المخ والشريحة اللي زرعت في العمود الفقري ووصل الكهرباء أو وصل نشط العضلات بتاعته فبدأ يتحرك بشكل زي ما انت شايف فضيع الناس بتفكر زي الناس يعني شوفي انت عندك ممكن قد يكون بعض المشاكل اللي انت بتابليها في المرضى دول اليأس هنا لا احنا بنفكر مع ان على فكرة الناس دي الفكرة كلها فكرة ايه انت عايزة تعملي مجتمع صالح للانتاج ممكن واحد يجيله اي حادثة يجيله اي حاجة يعود في البيت ما ينتجش الناس دي بتفكر ازاي كل فرد مهما كانت اعاقته يكون فرد منتج في المجتمع الشريحة دي بقى يا حمد برضو سؤال اللي موجودة في المخ الناس هتخاف جدا بقى هي بتتزرع ما فيش اي مشكلة تتفاعلش مع حاجة ولا تتأثر بتبقى من مواد كلها لا تتفاعل خلا فكرة الحاجات دي كلها في اطار البحث لسه احنا بنوريكي الناس بتفكر ازاي ولسه ما ظهرتش هي كل دي هم بطلعين نشرة في شهر 11 يعني من حولي كامي يوم بيوروكي قد ايه هم تقولون دي بيبقى مشروع قومي هنجي هم عندهم ده مشروع قومي الناس بتعرف بتشوف بتشوف ايه التقدم ايه التطور بتتابعه ايه اللي بيتصرف على البحث العلمي بيتابعوا ده كله فبالتالي بيطلعوا نشارات دورية يعرفوا الناس منها طبعا يدوا للناس انتباع جميل جدا على ان فيه حاجات بتعمل ويتديهم امل صح الفرق كان فيه قبل كده تجارب زي دي بس كانت المشكلة في ان هي كانت بتتأخر يعني مثلا الاشارة تيجي من المخ تطلع على كمبيوتر كبير الكمبيوتر ده ياخد وقت على ما يترجم الرسائل دي ويرجعها تاني هنا انت مفيش وقت هو على طول المخ على طول الجهاز يوم بيسموها closed circuit يعني دايرة مقفولة فبتقفل على طول مباشرة بتترجم الاشارة وتديها للعضلة مباشرة الحال التالية هم بيفكروا بقى شوفوا في التفكير بتاعهم دلوقتي ازاي يحركوا الرجل هم نجحوا في ان هم يحركوا الحركة العادية يعزين الحركات البسيطة كمان الطبعية لا يعني تقدم مذهل اعنسي